ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عددا من مشروعات القوانين والقرارات المقدمة من الحكومة ووفق مجلس النواب وبشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتجريم ظاهرة التحرش والتنمر ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي شهدت إحالة قرارين جمهوريين باتفاقيات دولية ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون المتعلق بالأراضي الصحراوية إلى اللجان المعنية المختصة لإعداد تقرير بشأنها هذا ووافق المجلس بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآوينة الأخيرة مثل جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر وذلك نظرا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجن عليه وذويه هذا المشروع جاء متصق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاء متصق مع الاتفاقيات الدولية بمناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة زي تفعية السداء وغيرها جاء هذا المشروع لهناك صور مستحدثة من هذه الجريمة جريمة التحرش سواء في الأماكن العامة أو الخاصة وشدد ظروف مشددة في بعض الأمور إذا كان الجاني له سلطة ما على الضحية سواء سلطة بالعمل أو سلطة له علاقة برعايتها فشدد وارتكاب هذه الجريمتين من الوردين في نصوص القانون جعل هناك تجديد أرى أن هذه القضية قضية إنسانية بلها تكون دينية فالدين يحرم الاعتداء على المرأة ويعلي من شأنها ولكن هذه مسألة قد تجاوزت هذا المعنى إلى المعنى الإنساني وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على دور الإعلام الهام في التعريف بتعديلات قانون العقوبات في شأن تغليض عقوبة التحرش يأتي دور الإعلام دورا مهما جدا في هذا الصدد فأرجو وأشدد على أن مشروع القانون الماثل يجب أن يتناوله الإعلام بصورة مكثفة لصرف النظر إلى أهمية هذا التشريع ودوره في تحقيق وظيفة الردع العام كما وفق المجلس بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون جائزة الدولة للمبدأ الصغير وذلك بهدف تهديب سلوكيات الطفل واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية ليكون دافعا عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامية يمكن أن الدولة أحسنت فعلا بإصدار هذا القانون قانون 204 لسنة 2020 مشهر جائزة الدولة للمبدأ الصغير والذي بتملح لما الطفل من حتى 18 سنة يقدم فكر أو مادة من الأعمال الفنية والأعمال المصنفات اللي بينتجها ودي حاجة طبعا حاجة كويسة جدا جدا والحقيقة باسم الهيئة البرلمانية كان فيه تعديل على هذا القانون ثلاث فقرات في هذا القانون واسم الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري وافق على هذه التعديلات ووافق المجلس على تقريري اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الابتصادية ومكتب لجنة الشؤون الأفريقية بشأن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات وانضمام مصر لها ورفع المسشار الدكتور حنفي جبال الجلسة على أن يتم مواصلة النقاشات في جلسة قادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة